اشتركوا في القناة لا نقاس بالناس نوحده ولا نبعضه ومعنى هذا الكلام أن الله ليس كمية يتجزأ لا هو حجم صغير ولا كبير لا بقدر العرش ولا السماء ولا أوسع من ذلك لأنه خالق الكميات والأحجام فهو موجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان لا يشبه شيئا من كل مخلوقاته وقال سيدنا علي باب مدينة العلم عليه وعلى ابنه الحسين وعلى الحسن وعلى السيدة فاطمة سلام الله قال رضي الله عنه وأرضاه من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود أي من قال أو اعتقد بأن الله كمية أو حجم أو جسم ليس مسلما إذن احفظوا ما قاله مولانا السعيد الشهيد الحسين عليه السلام نوحده ولا نبعضه لأنه ليس جسما فلا يقبل التجزؤ ولا الانقسام وقال ولا يقاس بالناس لأن الله ليس كمثله شيء شكرا للمشاهدة